السلامة الخير اهلا بيكو في حلقة جديدة من شوية تتفضل احترس الاسبوع اللي فات نتكلم فيها بسرعة بسرعة بس سياريت قبل ويندى بتنسوش لايك سبسكرايب على اليوتيوب وشارف كل حتة على السوشيال ميديا يلا بينا نبدأ ومعلى الشيء معظم الحاجات متعلقة بالكورة او بدية بالكورة كان يوم الحد اللي فات نهاية بتاع عم افريقيا مصر وسنغال للأسف خسرنا يعني بعد ما نجود يعني مشكور يعني قبل البطولة ما كانت حد ممكن اننا متوقع حاجة زي كده كنا كلنا متوقعين بنقول يا رب يعني ما نطلعش بفضيحة اخرنا يعني نسعى الدور الستاشر وتمام اوالا كده بس كنا وصلنا للنهائي باداء مميز في بعض المطشات مية وعشرين دقيقة كل مطش اربع مطشات ببعض منهم تلاتة وصلوا حتى لضربات الجزاء كل ده كان يعني حاجة مشرفة ويعني نقدر نشجع عليها المنتخب واكتشفنا العيبة جديدة وكل الكلام ده بس الفكرة بقى في اللي بعد كده خصوصا ان انت اللاعبته في الفاينل اللي هو سنغال انت لسه عندك مطشين يعني فايصل قدامه فيه التأهو اللي كانس العالم ففكرة ان كل اللاعبية ترجع تبقى تتفرش على كل قنوات الاعلام برامج 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 واحتفاء وامبهار وتسقيف وبتاع هو ده اللي خلى حد زي بوتريك يطلع وقول يا جماعة ما يفشل انتم بتعملوه ده انتم بتعمل اللي بتعملوه ده كده تكريم مش تشجيع والتكريم بيكون المركز الاول واحنا ماخدناش المركز الاول بص الفكرة مش في المقارنة بصلاح يعني انا مش عقل احط صور صلاح وهو مكشر ومقفول وبتاع وشايفين صلاح وشايفين المنتالتي وبتاع لأ هي الفكرة انت ممكن تكون بتضحك ممكن تكون بتعرف تغير راكشنات وشك ممكن تروح برنامج يعني اكيد يعني من باب الاحترام والزوء مش هتكشر في وش اللي بيقابلك بس ان ان انت تدخل البرنامج في التاني في التالت وعمار بتضحك وتهزر التركيز حتى بيقل هي الفكرة كمان اني التركيز بيقل انت مفروض التركيزك يكون تاخد من ده يعني تاخد من بطولة افريقيا وتبني عليها عشان توصل كاس عالم ان شاء الله لان انت اصلا قبل كاس الامم كنت وحش وبنيت حبي حالوين في كاس الامم فحرمت ضيعهم وزي يقول عندك مطرين مهمين جدا في اقل من شهر يعني خلال الشهر ده المنتخب مش هيتجمع تاني فعلا لما ابو تريكي يطلع يقول انه مش مبسوط ان هم بيطلعوا في الاعلام فده يعني هي بس فرق يعني لو عدنا فرق عقلية سوابها بتاعت ابو تريكا بتاعت صلاح بتاعت عموما الجيل كله بيفكر ازاي هو ده اللي احنا بنتكلم في وعلى ذكر فرق العقليات فخلا برضو نتكلم في النوع التانية مربوطة شوية شوية بكورة احنا من امم افريقي احنا بنتكلم في القصة بتاعت مصطفى محمد واللي راح يمتح المكانه والكلام ده كله حد دلوقتي ما اتخدش اي اجراء في الموضوع في حين بنشوف مسلا اه ميسين جرينوود ده واحدان راشرين سنة ده تقريبا مستقبل الكروة انتهى لعشان اه في اه قضية بين وبين واحدة سابقة صاحبته او مش صاحبته ان هو اه اعتد عليها واضربها ده نبدئيا اه المانشستر اللي هو بلع فيه اللي هو مش واحدة للتدريبات خالص لحد ما القصة دي تتم نايكي كان من اه كان عامل عقد معاه هو شخصيا لغى لغى العقد هو اطلع بكفاءة بعدها بتلات يام ولسه مش معروف هيالعب كورة تانية ولا لأ كل ده حصل وهو لسه هو لسه على قيد التحقيق يعني هو ما فيش اي حكم ضده لسه يعني هو طلع بكفاءة بس لسه تحقيقات شغالة ولسه يعني ما فيش قضية قدام المحكمة او حكم طلع عليه بس عقد رعاية اه اكيد بمبلغ كبير جدا اه يتلغى مانشستر مانيتد مش هيالعبه لحد ما القضية دي تخلص مش هدخله التدريبات اصلا لحد ما القضية دي تخلص ممكن بعد ما طلع بكفاءة يرجع التدريبات بس ما اظنش ان هو يشارك ده مسلا على مستوى على مستوى تاني اه كرت زومة لعب اه وست هام حواليه ضجة كبيرة جدا اه قديد صراعي بتاعه بيلغى العقد بتاعه حتى احد الرعاب بتاعه وست هام بيفكر ان هو يلغي التعاقد وده بقى مش عشان اعتاد على حد الحاجة ده عشان في فيديو انتشر لي ان هو اه يعني زق القط القط بتاعه اه برجله او وضربه اه الفيديو ده اه انتشر فالجمعيات بتاع ترفق بالحيوان هناك او حقوق الحيوان هناك عمل الضجة فوص برضو ان عقد الرعاية بتاعه الشخص يتلغى احنا بنتكلم في قط انا مش بقلل من الموضوع انا بس بتكلم ان انت لما يكون في دولة وفي منظومة ماشية اه بقوانين معينة فعلا بقى كل حد اه بياخد حققه على اي ان كان حاجة على اصغر تفصيلة فاحنا انا بنتكلم في تزوير هي اسمها تزوير في ورق رسمية هي الجريمة تعتبر كده وحد بيمتحم مكان حد عشان ينجحه ازاي ما اتخدش اي اجراء اخر خبر موجود من اسموعين ان نيابة تحفزت على اخر اه اربع امتحانات وان الولد اللي دخل مكان مصطفى محمد اه محبوس على زمة التحقيق خمستاشر يوم طب فين بقى مصطفى محمد نفسه فين طلب استدعاء وطيب حتى فالفكرة دلوقتي في كده انت بتخلي دايما النجوم الكورة او المشاهير او هين كانت حاجة دايما فوق القانون ده مش منطقي او ان هما بيعملوا اي حاجة الناس دي ما بتسقف لهم وتحصل لهم ده برضو مش منطقي برضو في جزء ملعيب علينا احنا ما هو اللي بينجم الناس دي او بيسقف للناس دي ما هو احنا احنا كجمهور فهو دايما المضافين ان احنا دايما مش مش بنعير بنفس المعيور مش بننتقد بنفس المعيور مش بنعمل اي حاجة بنفس المعيور سواء في الكورة بقى سواء في الفن سواء في الاسعار سواء في السياسة سواء في الاقتصاد سواء في اي حاجة هو فيه ترند بيطلع احنا كلنا بنركب عليه المؤيد مؤيد والمعارض معرض الترند ده بيخلص حتى لو فيه حاجة تانية زيه بالزبط ممكن ما تلاعش ترند عيد نروح لخبر تاني ومبارح كانت انتخابات نادي الزمالك بعد التأجير اكتر من فترة عشان كان فيه لجنة مؤقتة هي اللي مسكة النادي عشان كان فيه تحقيقات بتحصل في مخالفات مالية وغيره مهمة الانتخابات كان معدها مبارح اكبر يعني قائمتين اكبر اسمين كانوا في الانتخابات كان مرتضى منصور قدام احمد سليمان في النهاية مرتضى منصور كسب بالقائمة بتاعته كاملة بغض النظر يعني عن رأي الشخصي او تحفظاتي على مرتضى منصور ولكن اهو المشاهد المؤسفة كانت في وقت الانتخابات نفسها يعني انتخابات تكتوله اليوم مبتدى فرز الاسوات حواليه الساعة 8 بالليل وبالليل خالص في اخر اليوم بعد ما انتهفر الاسوات والمراجع والكلام ده كله وفوق اعلان فوز مرتضى منصور ده الكلام ده كان بالليل الاحداث بقى اللي حصلت في وسط اليوم والاتهامات والزعيق والخناقات اللي بين المؤيد ده والمؤيد ده يعني منظر روحش جدا 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 لحاجة باسم النادي زمارك يعني حاجة مايرضهاش اي حد بغض النظرة بيشجع الزمالك ولا لا هي مش حاجة حلوة في صورة نادي وكيان من اكبر الكيانات اللي موجودة في مصر واقدمها تحفظي يعني ايه على مرتضى منصور تحفظي في طريقته وتحفظي في المشاكل اللي بيدخل فيها نادي الزمالك دايما تحفظي على الشهداء العشرين يعني بالكلام اللي هو قاله من لسانه هو من المتهمين الرقاصيين ولازم يتحقق معاه في الموضوع ده ولسه ما حصلش حاجة زي كده تحفظي في هو ايه اللي حصل بعد ما كان خلاص بنخلص منه انه يرجع تاني للصورة ويرجع رئيس نادي الزمالك يعني ايه اللي هو ماسكه او ايه الاتفاق اللي تم عشان يرجع تاني مكان عليه مخالفات وقضايا ووي 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 ومن ساعة ما ترفت عنه الحصانة ترفع عليه يعني بتعمية قضية كل دول طلع منهم سليم الصراحة غريبة يعني ده كفاية اضايا السبب والقصف يعني اضايا السبب والقصف دي يعني مثبتة فيديو مفياش حاجة يطلع منها مهم يعني اربع سنين جداد مع قايمة مختادة منصور هنشوف ايلا يحصل فيهم ورب نستر برضو الاسبوع اللي فات كان فيه هاشتاج منتشر جدا اوقفو خطف اطفالنا بالبحث في الموضوع طلع ان فيه في السويد فيه مشكلة في الموضوع ده خصوصا مع اطفال اللاجئين سواء بقى من سوريا او اليمن او اي مكان تاني ان منظمة الرعاية العامة في السويد اللي هي اسمها السوسيال بتاخد الاطفال من عائلاتهم باكتر من حاجة خصوصا لو فيه اختلاف بين الاباء او فيه انفصال حصل او حد من الاباء الطرف منهم عنده مشكلة سواء الاب والام اه وبياخدوا الاطفال في حضانتهم والموضوع ده اكتر من مرة ومنعين الزيارة ومنعين حاجات كتير وده ده كلام الناس اللي موجود انه كان فيه وقفة احتاجية اه قدام المنظمة السوسيال اه عشان الموضوع ده وطلعت الحكومة في السويد بتتكلم انه جميع الكلام ده ما بحصلش السوسيال قبل ما يتحرك محتاج ان هو ياخد امر قضائي والموضوع القضائي عندنا حاجة مش سهلة ومش حاجة تطبخ واحنا بنرفض الاتهامات دي اه كلها مفيش حاجة حصلت بالشكل ده اه صعب بيحصل ان سوسيال بياخد الطفل بس دي محتاجة اجراءات كتير وبيبقى الهدف في الاخر يعني حماية الطفل اه وصحته النفسية بس برضو مفيش منع من انه اهل يشوفوه او حاجة زي كده الحقيقة فين لسه حاجة مش معروفة لانه كله بيتكلم طرف بيتكلم مفيش مستند مفيش دليل واضح ما احترم كامل حتى الناس اللي بتتكلم في فيديوهات هو مجرد كلام في فيديو مفيش مستندات واضحة مفيش سيكونس كده ايه 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 اللي حصل اه حصل واقف احتاجية زي ما قلت لكم ده ممكن شوية بيزوق ان الموضوع فعلا مش مجرد كلام لو الناس دي معها طبعا هي حاجة مرفوضة لازم حتى الصفارات اللي في الدولة اللي في السويد يعني صفارات كل الدول اللي هم ناس متضررة يعني يعملوا حاجة او ياخدوا خطوة عشان يجيبوا حق الناس دي ولو الكلام ده غلط فعلا حكومة السويدي نهاية باية للناس اه الولايات دي راح ترين وبس كده دي كانت كل الاخبار على سوشيال ميديا لزباع الفات لو اجبتكم الحلقة في كل حتة نشوفكم ان شاء الله بحلقة اللي جاية سلام